قادة والبلدانية الثلاثة الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس السعيد ومحمد يونسا المنفي المجتمعون في قصر قرطاج اتفقوا على تنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية عقادة بالتنوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي وأكد القادة إدراكهما المشترك بضرورة توحيد المواقف وتكتيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز منعاتها لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تدعياتها بمفردها فضلا عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية وأبرز قادة دول ثلاث أهمية الاستعداد التام للانفتاح لكل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك وإثرائه وتعميق التفاهم والتعاون لخدمة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الأجنبية ترجمة نانسي قنقر